أقدت وزارة الصحة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة محاضرة حول ألية التحول إلى الضمان الصحي هذه المحاضرة صلتت الضوء على كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة عمل الضمان وكيف سيساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بإضافة إلى الهداف والنتائج المرجوة من تطبيق البرنامج مع بدء التحول إلى برنامج الضمان الصحي ننظمت وزارة الصحة محاضرة توضيحية استعرضت فيها كافة المراحل المتعلقة ببرنامج الضمان الصحي الوطني صحتي بالإضافة إلى تفاصيل الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي تسعى إلى إنشاء نظام صحي تنفسي يقوم على مبدأ المساواة والاستدامة يضم كافة المعايير العالمية اليوم بدنا أن الموظفين عندنا في وزارة الصحة يعرفون بالنظام الصحي أو المنظومة الصحية القادمة في الضمان الصحي بجميع عمة النواحيها كذلك هم موظفين وفي نفس الوقت هم مواطنين فكمواطن يريد يعرفوا الضبط ما يصيح في الضمان الصحي الحقوق الموجودة هل بتحفظ؟ وهي الحمد لله إن شاء الله تحفظ؟ وهل في إضافات بالنسبة حق الضمان في المستقبل أو لا؟ وهناك فيه كذلك إضافات كبيرة؟ تأتي سلسلة المحاضرات التوعوية لمقدمين الخدمات الصحية والمستفيدين منها في إطار تعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بين مقدمين الخدمات حول مشروع الضمان الصحي وبرامج التسير الذاتي والفصل المؤسسي وما يرترتب عليه من أمور تتعلق بالأداء وتحسين جودة الأداء لضمان الاستفادة من جميع الأطراف المحاضرات استعراضت أهم النتائج المرجوة لبرنامج الضمان الصحي والمنظومة الصحية الجديدة وموضوع الفصل المؤسسي إلى جانب صندوق الضمان الصحي الشفاء والخطوات القادمة الخاصة فيه طبعاً محاضرات اليوم كان الهدف منها الأساسي هو تعريف موظفي الوزارة بضمان الصحي بشكل عام وما هي الإنجازات التي تمكننا في الفترة السابقة أن نطلقها مع الجهات المعنية كانت من الوزارة أو كانت من المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية الأولية آلية التحول التي بدأت مؤخراً تعمل لصالح رفع جودة الأداء والإنتاجية والكفاءة بالقطاع الصحي بشكل عام وستقدم خدمات صحية شاملة لأبرز الفئات المستفيدة من برنامج صحتي ومجمل الخدمات التي تغطيها الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين استراتيجية متكاملة يقوم عليها برنامج الضمان الصحي بعد تطبيقه على أرض الواقع حيث سيمنح المواطن الفرصة لاختيار جهات العلاج في كافة المستشفيات الحكومية دون قيود فهذه الخطوة ستساهم في توفير خدمات علاجية متميزة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين